تنفيذاً للأمر الملكي السامي بتخصيص جائزة التربوية المتميز لتكريم الأساتذ المميزين أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة التربوية المتميز وذلك بالتزامن مع احتفالات وزارة التربية والتعليم بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من منطلق تقديرنا لما يزخر به الميدان التربوي من جهد لافت وعطاء مخلص فقد وجهنا إلى تخصيص جائزة التربوي المتميز تنفيذاً للأمر الملكي السامي بتخصيص جائزة التربوية المتميز لتكريم الأساتذ نظير إسهاماتهم الجليلة ومبادراتهم الطموحة في الحفاظ على الريادة البحرين التعليمية ومكانتها العلمية والثقافية التي نعتز بها أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم إطلاق النسخة الأولى من هذه الجائزة التربوية المتميزة مشيداً الوزير بكل التقدير والامتنان بالأمر الملكي السامي الذي يؤكد على ما تحظى به المسيرة التعليمية المباركة من عناية سامية واهتمام كبير من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه هي رسالة إلى الميدان التربوي بأن جلالة الملك المفدى يولي اهتماماً كبيراً جداً إلى هذا الميدان لأهميته في بناء النهضة، نهضة البحرين وتطورها لما يشكله التعليم من دور بارز في المسيرة التعليمية نجد أيضاً أن من أهداف الجائزة الارتقاء بالأداء التعليمي وهذا سينعكس أيضاً إيجاباً على الميدان التربوي وأيضاً سيشجع ثقافة الإبداع والابتكار وهذا سيعود أيضاً بالخير كما أنها سوف تنظر بعين الاعتبار إلى الممارسات التربوية المتميزة والتي أبين واتضح أثارها في الميدان فالفائدة سوف تعم وسوف نرى انعكاس إيجابي بإذن الله تعالى على المسيرة التعليمية في مملكة البحرين فبإسمي وبإسم جميع إخواني في الميدان التربوي وأولياء الأمور الكرام والأبناء الطلبة والطالبات نكرر أسمى معاني الشكر والتقدير لجلالته حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة التعليمية تهدف هذه الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي وتحسين مخرجات التعليمية تحفيز التنافسية في الأداء والوصول إلى أفضل ممارسات التربوية وتأصيل ثقافة التميز والإبداع والابتكار في العمل التربوي مباشرة بعد إعلان جلالة الملك المفادة عن هذه الجائزة وجه سعدة الوزير دكتور ماجر بن علي النعيمي لتشكيل لجنة عليا برئاسته شخصياً وعضوية قيادات ومستشار وزارة التربية والتعليم طبعاً هذه اللجنة من مهامها أن تضع الأسس والمعايير التي تقوم عليها الجائزة بحيث أن هذه الجائزة تشمل الشريحة الأكبر من التربويين في الميدان وفي وزارة التربية والتعليم الجائزة جاءت تقديراً لمال التربية والتعليم من دور بالغ وهام في مسيرة التنمية الشاملة في ظل قيادة جلالة الملك المفادة وما يحظى به الميدان التربوي من رعاية خاصة في إطار الرسالة التربوية المهمة التي تطلع بها القيادات التربوية والمعلمون والمعلمات في القطاعين الحكومي والخاص جاءت هذه الجائزة جائزة جلالة الملك للتربوي المتميز كي تغير خارطة التنافس في الميدان التربوي وهي شرف لا يضاها شرف وتاج فوق رأس كل تربويين في هذه الأرض العزيزة باسم الهيئة الإدارية والتعليمية نشكر جلالة الملك والقيادة الرشيدة على جائزة التربوي المتميزة لتحفز التربويين المختلفين على تعزيز أفضل الأنشطة من أجل مصلحة الطالب ومن أجل رفع راية هذا الوطن العزيز الجدير بالذكر أن الترشح للجائزة يكون بتقديم عمل تربوي متميز مثل مبادرة أو مشروع أو مؤلف أو بحث أو حقيبة تدريبية أو برمجية تعليمية أو محتوى تعليمي وغيرها بحيث يخدم العملية التعليمية والتربوية بشكل مباشر ويكون قد طبق لمدة عام دراسي على الأقل مع تقديم ما يثبت التطبيق ولم يسبق أن قدم لجائزة أخرى وفاز بها في نفس الموضوع كما يشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم على رأس العمل عند تقدمه وأن لا يقل آخر تقدير لأدائه الوظيفي أن يفي تماما بالتوقعات ويكون ملتزما بالقوانين واللوائح والتعليمات ترجمة نانسي قنقر